متابعي قناة أسرار نجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ما تنسيش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس باش تنسيلكم كل الأخبار الجديدة والحسرية باش نحكي اليوم على آخر تطورات قضية الأهليم سامير الوفي بعد ما أصدر قاضي التحقيق في حقه بطاقة إداع بالسجن يوم 8 أبريل 2022 بعد استنتاقه حاول شيكاير في عدده بتهمة التحيل على صاحب شركة منذ سنة 2014 وتسلم منهم مبلغ قدر 300 ألف دينار دون أن يعيده له وتم مثول يوم أمس الخامس 21 أبريل 2022 سامير الوفي أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي وذلك في قضية أخرى تتعلق بشبهات غسيل وتبييذ أمويل وقد تم صباح يوم أمس جلب سامير الوفي من سجن إيقافيه للمثول أمام الهيئة المذكورة باعتبار موقوف على ذمة قضية لشبهة تحيل وطلب محاميه التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع لتقرر هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية إلى أحدى جلسات شهر جوال قادم وعلمت مصادر مطلعة أن هناك مساعي صلحية مع الشيك الذي رفع قضية على الأعلام سامير الوفي من أجل تهمة التحيل على خلفه التسلم الوفي منه مبلغ 300 ألف دينار لإنشاء شركة إنتاج لكن الوفي لم يلتزم بذلك وفق ما ورد في ملف القضية وأكد محامي الإعلام سامير الوفي الأستاذ حتم الزواري أن هناك فعلا اتصالات وبوادر تسوية مع الشيك في قضية التحيل وأن الشيك مستعد للسلح وسحب الشيكية في حال تسوية الوضعية سيتم الإفراج عن الأعلام سامير الوفي قريبا أحنا ما نجم نقوله كان رب يفرج عليه ويفك أسره ويرجعه لميمته وسلم يا رب